هذا ولقي أمر سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن وإلقاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء ترحيبا وتأييدا واسعا فهو يمهد الطريق للقضاء على كافة الإشكاليات التي تحول دون جحل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل نعم دائما ما يؤكد سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه جمع المواطنين والمسؤولين أن المواطن البحريني هو محور العملية التنموية في مملكة البحرين لقاءات المواطنين وتلمس احتياجات الشارع البحريني كانت دائما العامل الرئيسي الذي تبنى عليه كافة القرارات في مملكة البحرين وما المجالس التي يلتقي فيها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بجموع المواطنين والمسؤولين إلا تأكيد على أن المواطن البحريني هو محور التنمية في مملكة البحرين وكانت زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين حاملة في طياتها كل ما فيه الخير والرفعة لأبناء الوطن ولذلك ومن منطلق حرص سموه حفظه الله على الاستمرار في تفعيل المبادرات التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو وتسهيل الحصول على الأيد العاملة اللازمة لتطور كافة القطاعات الاقتصادية لخلق الفرص للمواطنين أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل المرن وهو الخبر الذي لقي ترحيبا وتأييدا واسعا لما له من دور كبير في تحسين وضع سوق العمل والقضاء على كافة الإشكاليات التي تحول دون جعل المواطن البحراني الخيار الأول في سوق العمل فكانت الإشادات من رجال الأعمال وعموم المواطنين في مملكة البحرين بهذا القرار مؤكدة أن لا مسافة فاصلة بين حكومة مملكة البحرين وشعبها أيضا جاء أمر سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة شؤون البلديات وزراعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء ووضع الحلول التنويلية لتوفير البنية التحتية في البناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم عنصرا مساهما في تحقيق الخير والنماء للوطن وكافة أبنائه ترجمة نانسي قنقر